ملف تعينات الوافدين في الجهات الحكومية سيكون على رأس القضايا في جدول أعمال مجلس الأمة في دول العقاد المقبل وفقا للنواب وفي ظل الأرقام التي تظهر زيادات مطردة في تعيين العمالة الوافدة في القطاع الحكومي حيث ارتفعت النسبة إلى 30% وسط تعينات برواتب وصفت بالخيالية تدخل المجلس للتصدي بشكل ممنهج لهذه القضية أصبح استحقاقا لا بديل عنه فقد قدمت عدة اختراحات لوضع الأسس نحو وضع خارطة طريق للحل منها تشكل لجنة برلمانية تعنى بمتابعة قضية الإحلال وتوظيف الكويتيين وربط مخرجات التعليم بسوق العمل على أن تراقب الإجراءات الحكومية في هذا الاتجاه بشكل دوري وبتقارير ربع سنوية وكذلك إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في شبهة التجاوزات في القرارات الخاصة برغواتب ووظائف الوافدين وسثناءاتهم وعرقلة سياسة إصلاح خلل التركيبة السكانية والدعوة لعقد جلسة خاصة لبحث ملف تعينات العمالة الوافدة وتركيبة السكانية بشكل مفصل وفي منحى آخر لوح عدد من النواب السجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح على خلفية تعيين الوافدين وأن العمل يقوم على قدم وساق لإعداد صحيفة للسجواب وحشد النواب المؤيدين فيما على الجانب الآخر تتشبذ الصبيح بصحة الإجراءات الحكومية بالاستعانة بالعمالة الوافدة بأطيق الحدود وأنها على استعداد للمواجهة بالواقع وبالأدلة والبراهين لتلفزيون مجلس طارق الساو